واحد بيقول لنا شاب عند عشرين سنة الربط او صاب باليأس في عمل اي صداقة او علاقة قوية بأحد او قديسين مفيش طلب اطلبه ويتحقق دربت قديسين كتار لكن مفيش فايد وكتير او يبقى فيه مشاكل ويكون محتاج ليد قوية وما تكونش يد بشرية وبطلهم من الادسين لكن مفيش اي استجاب مع العلم مفيش اكثر من معجزات العشرات الادسين اللي بقعد احكي لهم الناس المعنى صح اني بحبهم جدا وبحكي عن معجزاتهم لكن مفيش حد بيحبني منهم ما تفتكرش كل حاجة تطلبها لازم تستجاب في حاجات لا يستجبها ربنا لانها مش من صالحة وكتاب يقول تصلون او لا تستجابون لانكم تطلبون مراديا جايز تقول لا دي حاجة كويسة ربما في مفهومك كده لكن نسبة للخير ربنا يشوف غير كده انا حكيت لكم مرة على واحد بيقول قدمت على وظيفة وصلت لها الف قابلنا اللازم حكالي كده وما جاتش وبعدين ربنا رزقني بوظيفة افضل شعرت بها ان لو استجاب للصلاحة الاولى ما كانش من صالحة فاول حاجة ربنا بيتدور على صالحة مش علمتها بتطلبه وثانيا ربنا بيستجيب في الوقت الذي يراه مناسبا يعني إبراهيم قابل اباء طلب ابنه وربنا فعلا كان في نيجيته ان يجيله ابنه وداله ابنه فيما بعد لكن قاعدوا هاتف ما فلغ عمره مئة سنة على البال ما تده له الابنه سبر في الوقت المناسب ربنا بيستجيب الصلاحة يبقى شرط للصلاحة واحد تكون حسب مشيء طلاب ثانيا تستجاب في الوقت المناسب يا مناسب بيطلبوا طلبات وربنا ما يكونش موافق عليها يا محا sigui على هذا محتاط أجته في الوقت المترجم في قبل جل blast ل withstand